حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام الحالي لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي في الحفل الذي نظمته حكومة الشارقة بالإمارات لتكريم النماذج النجحة في مجال الاتصال الحكومي وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة أجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن حصول المركز على جائزة الشارقة والتي تمنح للمتميزين سنويا للاحتفاء بالإبداع في مجال الاتصال الحكومي يأتي تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية على صعيد الاتاحة المعلوماتية والبحثية للمركز سواء من خلال إصداراته المختلفة أو منتجاته المعرفية على منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بدرورة دعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية